موسيقى أهلا بكم أنقذوا ماهر الأخرس حملة مستمرة بعد رفض الاحتلال الإفراج عن أسير يناضي لجوعا لحريته فيما تفخر إسرائيل بلحظتها التاريخية رسو أول سفينة شحن إماراتية في ميناء حيفا كيف كان الخطاب حول التطبيع على مواقع التواصل التي قالت دراسة رسمية إسرائيلية إن 90% منها كان سلبيا هذه من أبرز عنويننا لهذا اليوم في حلقة جديدة من أنتم أونلاين أقدمها مع غادة سعد أهلا بك غادة إذن سلطات الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس هناك توصية بأنه عدم تجديد الاعتقال والإفراج عنه في السادس والعشرين من الشهر المقبل هذه التوصية هي توصية فقط ممكن أن لا تأخذ بها السلطات ليس قرارا ولهذا رفض الأسير بدوره هو هذه التوصية وهذا الموضوع فتح الباب واسعا أمام الاحتجاجات والمواقف الرسمية الشاجبة والتي أصلا كان هناك تحذيرات من اتخاذ هذا الموقف أو الوصول إلى حالة الخطر التي وصل إليها الأسير ماهر الأخرس الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثامن والسبعين على توالي احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري طبعا التوصية الإسرائيلية اليوم طبعها مواقف سياسية وشعبية على السوشال ميديا البداية مع موقف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشتية قال أنه نطالب بالإفراج الفوري عن الأسير ماهر الأخرس ونحمل الاحتلال مسؤولية حياة الأسير أيضا في تغريدة لسحر كان هناك العديد من التغريدات وأيضا في رسالة عبر أنتم أونلاين وجهها المتحدث باسم جمعية وعد للأسرة والمحررين منتصر أن نعوك نشاهد ماذا قال حول الإطار القانوني للأسير ماهر الأخرس نجاهد معا قرار ما يسمى بنحكمة العد العليا اليوم برفض الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس وإصدار بدلا من ذلك توصية للمخابرات الصهيونية بالإفراج عنها الشهر المقبل هذا القرار لا قيمة له وهذه التوصية هي غير ملزمة للمخابرات الصهيونية وبالتالي لها الحرية ولها القرار في أن تجدد الاعتقال الإداري له ولا تفرج عنه في الفترة المحددة وبالتالي هذا القرار تم رفضه من قبل الأسير ماهر الأخرس وبالتالي الفعاليات المستمرة الفعاليات الشعبية ستستمر وستتصاعد في الفترة المقبلة للضغط على الاحتلال للإفراج الفوري على سير ماهر الأخرس الكثير من التفاعل كان مع هذه القضية الكثير من الهاشتاغات أنقذوا ماهر الأخرس يتشرين الكرامة ماهر الأخرس كلنا معك أنشروا قضيته في كل مكان والحرية لماهر الأخرس من أبرز التغريدات أو من التغريدات المتداولة محمد غرد سينتصر ماهر الأخرس لن يخذي له إخوانه ووعد الحر عليه دين ثقتنا بالصادقين ليس لها حدود أيضا منار قالت أن مصير غلاف غزة مربوط بحياة الأسير والمسألة عند الجناح المسلح لحركة الجهاد هي مجرد ساعات قليلة فقط لأن الصبر بدأ ينفذ فعلا وفي هذه التغريدة لإبراهيم التنظير لفكرة الاستسلام للأمر الواقع في صراعنا مع الاحتلال أمر مزعج مدام الأسير الحر بإذن الله اتخذ قرار الإضراب وتمرد على السجان فيجب نصرته وحشد الرأي العام دون الهمز أو اللمس بجدوى الإضراب الفردي وشواهد كثيرة أثبتت نجاح هذا النوع من الإضرابات أيضا من بين التعليقات سحر نشرت هذه الصورة للأسير ماهر الأخرس وقالت 78 يوم ولا يزال ماهر مستمرا بإضرابه ولن يقبل بأقل من الحرية الفورية مع هاشتاج ماهر الأخرس كلنا معك وأيضا من بين التغريدات ياسر يقول يناضل جوعا لحرياته 78 يوما على الإضراب ضد ظلم الاعتقال الإداري إنشروا قضية ماهر الأخرس في كل مكان الحرية له أيضا ومع دخول الأسيرة الفلسطينية إسراء جعابيس المحكومة بالسجن لمدة 11 عاما دخولها العام السادس على التوالي في سجون الاحتلال تفاعل المغردين معتبيرين أنها تقتل ببطء للعام السادس على التوالي مرفت غردت أصيبت بحروق شديدة من الدرجة الثالثة غطت الحروق 60% من جسدها طالت منطقة الوجه والظهر والصدر كما بطرت ثمانية من أصابيعها وأصيبت بأضرار في الأنف ومشاكل في السمع والنظر ولا زالت تعاني من ألام دائمة يعني ما يحصل مع الأسيرة هو وحشي أقل ما يقال عنه ضحى بدورها غردت على السوشيال ميديا بالقول الأسيرة المقدسية الجريحة إسراء 36 عاما تدخل عامها السادس على التوالي داخل سجون الاحتلال وقد وجه الاحتلال لها زورا وبهتانا تهمت محاولة تنفيذ عملية بسيارة وأصيبت بحروق شديدة كما ذكرت فاطمة من بين التعليقات رشا تقول التشوهات التي أحدثها الاحتلال في وجه إسراء جعلت عائلتها تتعذر التعرف عليها خلال أول زيارة قالت لأهلي هذه أنا إسراء أعرفت عن نفسها لأن أهلها لم يتمكنوا من التعرف عن وجه عليها بعد أن تشوهت وبينما يقبع هؤلاء الأسرة والمعتقلون في السجون ويواجهون التعصف الإسرائيلي والأحكام الجائرة من قبل الاحتلال الظالم أفاق السلام والاستقرار في النقاشات بين نتنياهو ولي عهد أبو ظبي من خلال الاتصال جرى بينهما اليوم ناقشا خلاله تعزيز العلاقات وتبادل الزيارات قريبا جدا وفي هذا الوقت أيضا تعبر إسرائيل عن فخرها وبأنها لحظة تاريخية حين وصلت أول سفينة شحن من الإمارات إلى ميناء حيفا بذلك افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات وإسرائيل ردود الفعل المستنكرة العربية كانت واضحة على تويتر نوح يقول فعلا لحظة تاريخ هي في العار العربي الإماراتي وشربل بدوره سأل ميناء حيفا هل يستعيد تاريخه ويستبدل مرفق بيروت المدمر بحادث لم تقل التحقيقات كلمتها الأخيرة بشأنه بعد إلى جانب حروب الغاز وأنبيبه يبدو أن حروب المرافق التي كانت مزدهرة قبل سنوات قليلة ستنتعش مجددا ورغم كل الحملات الموجهة والذباب الإلكتروني في محاولة للتأثير على الوعي العربي في التطبيع مع إسرائيل 90% من الخطاب على مواقع التواصل باللغة العربية هو سلبي طبعا حول التطبيع مع تل أبيب كان سلبيا الدراسة أعدتها وزارة الشؤون الاستراتيجية توضح أن معظم الخطاب وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية طبعا توضح أن معظم الخطاب العربي كان رافضا لاتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين 95% من هذا الخطاب كان موجها ضد الإمارات التي قادت مبادرة التطبيع والتقديرات تشير إلى أن السلطة الفلسطينية وحماس وإيران والمنظمات الموالية للفلسطينيين بادرت وشجعت الكثير من هذا الخطاب المعارض للتطبيع بحسب الدراسة إلى شرق آسيا فاطمة ومع اليابان وما أعلنته اليوم من تصريح عن تعهدها بتعزيز قواتها الدفاعية الصاروخية بعد الاستعراض العسكري الذي قامت به كوريا الشمالية للتذكير كوريا الشمالية قبل يومين أي يوم السبت كانت قد أقامت عرض عسكري غير مسبوك كشفت فيه عن صاروخ باليستي جديد عبر للقارات هذا الموضوع لا يزال يلقى صداه بشكل واسع على السوشال ميديا بين محللين وناشطين يعلقون على هذا الأمر جيفري لويس وهو أستاذ في معهد ميدل بوري للدراسات الدولية يقول إذا كان بإمكان كل صاروخ باليستي عبر للقارات جديد لكوريا الشمالية يحمل 3 إلى 4 رؤوس حربية فسنحتاج إلى حوالي 12 أو 16 صاروخا معطريضا لكل صاروخ في المرة الأخيرة التي اشترت فيها الولايات المتحدة 14 صاروخا معطريضا كلفها الأمر مليار دولار وأيضا حساب آخر لناشط كتب فيه كشفت كوريا الشمالية في نهاية هذا الأسبوع عن ما يعتقد أنه أكبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في العالم سواء كانت تعمل أم لا فهذه قصة مختلفة يكفي المشهد الذي رأيناها على الشاشات كان هناك اعتراض من بعض التغريدات على سياسة ترامب فغرد هذا الحساب كيف يشعر ترامب حيال استعراض كوريا الشمالية للصواريخ كيف تسير رسائل الحب كما سماها أيضا روني غرد كيف سارت تلك المحادثات مع كوريا الشمالية إنجاز عظيم عرضت كوريا الشمالية صواريخ باليستية لأول مرة منذ أن بدأ أكيم الاجتماع مع القادة الدوليين بمن فيهم ترامب في عام 2018 الآن فاطمة سنتعرف على قصة طفل فيتنامية حول متلازمة سوبرمان من أعداد الميادين نشاهد معنا هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سنتابع بقية مواضيع أنتم أونلاين لكن بعدها بالفاصل أهلا بكم مجددا إذا غادة ما جديد ترامب بعد إعلانه عافيته من إصابة كورونا ترامب تعافى من كورونا يمكن بأقل من أسبوع في تغريدة له بالأمس على تويتر قال أنه بات محصنا من التقاط عدوى فيروس كورونا وأنه لن يعد أي أحد آخر يعني هو بأمان ولا يشكل خطرا على أي أحد هذا الأمر دفع شركة تويتر إلى وضع علامة تحذر من أن هذه التغريدة مضللة وغير مؤكدة لذلك وضعت هذه العلامة لتقول أنه ليس هناك دليل على ما يقوله ترامب طبعا كان هناك ناشطون يدافعون عن ترامب وهم من مؤيدي الرئيس مثلا هذه الصفحة تقول لا أطيق الانتظار عندما يتم إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب ستتم معاقبة كل هذه المواقع الاجتماعية لتدميرها فكرة حرية التعبير وناشط آخر كتب على صفحته الرئيس لم يعد مصابا بالفيروس وهو ما أكده أطبائه الداخل المستشفى حيث تعالج لماذا تويتر يخفي هذه الأخبار الجيدة؟ هل يقومون بقمع حقيقة النشر من أجل مخاوف معينة؟ يعني أعتبروا وكأنها قضية حرية رأي وتعبير وأن ترامب يتم قمعه من قبل منصات التواصل الاجتماعي هذا الموضوع بالذات إذا كان على خطأ أم على صواب أو كان يكذب كان محط انتقادات وأيضا تصديق على شاشات التلفزة وفي نشرات الأخبار الأمريكية وأيضا على صفحات الصحف كان هناك انتقادات أيضا من المغاردين لترامب باس يقول أكاذيب أكاذيب والمزيد من الأكاذيب سوف يخدع ترامب بعض مؤيديه الذين سيحتشدون بدون أقنعة بدون كمامات غير قلقين بشأن الإصابة بفيروس كورونا لأنهم يعتقدون أنهم إذا مرضوا فهناك الآن علاج سيعطيه ترامب لهم أيضا جان يقول يمكن أن يكون الشخص خاليا من الأعراض ولا يكون معارضا لخطر نقل الفيروس للأخرين ومع ذلك لا يزال بإمكانه الإصابة بالفيروس في نظام ترامب لا يهتم إذا أصاب الآخرين أيضا هناك تغريدة أخرى لكايلي يقول عندما كان ترامب متواجدا في المستشفى قال عدة مرات في اتصالات هاتفية أنه عندما يشفى من كورونا يريد أن يرتدي زي سوبرمان بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز إلا أنه على ما يبدو لم يقدم على هذه الخطوة لم يقدم عليها بالطبع هذا الناشط شارك صورة لترامب بزي سوبرمان وهو يبدو ثمينا وقال أن السخرية على ترامب لن تتوقف حتى العام 2030 هذه الصورة كانت مما تصدر التايم لاين على الرغم من أن حتى الساعة لم يقدم ترامب على هذه الخطوة ويلبز زي سوبرمان ولكن لا أحد يستبعد عنه أن يكون بذلك في الساعات المكبرة فاطمة الدكتور أنتوني فوتشي وهو يعمل مع إدارة ترامب من أجل مواجهة فيروس كورونا والتصدي لهذا الفيروس بالأمس كان محطة الأنظار سلطت الأضواء عليها على السوشيال ميديا والسبب دونالد ترامب حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة الرئيس نشرت بالأمس فيديو ترويجي للحملة الانتخابية للرئيس داخل هذا الفيديو هناك مقططف من كلام لدكتور أنتوني فوتشي يقول به أنتوني فوتشي أنه تم التعامل مع الفيروس بأفضل طريقة ممكنة أي أنه لم يكن هناك طريقة أمثل للقيام بذلك الفكرة أن فوتشي لم يكن ذلك من أجل الحملة الانتخابية وإنما كان قد قاله في شهر أذار مارس الماضي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية في حينها لم تكن الإصابات مرتفعة بكورونا لم يكن عدد الوفيات قد تجاوز 200 ألف حالة وفاة لذلك أنتوني فوتشي استنكر هذا الأمر وقالها أنه لم يعمل يوما من أجل السياسة أو من أجل حملة انتخابية وإنما كلامه فسر بطريقة مغلوطة وتعليقا على هذا الأمر كان له مقابلة بالأمس مع سي أن أن وضح فيها الصورة وقال أنا لا أتدخل في الشأن السياسي وإنما هي جملة قيلت في وقت سابق ووظفت من أجل حملة انتخابية طبعا الناشطون هذا الحدث تصدر التايم لاين بالنسبة إليهم على تويتر بالأخص ورد ترومب على أحدهم مدافعا عما ورد في الفيديو قائلا إنها بالفعل كلمات دكتور فوتشي لقد قمنا بعمل استثنائي وفقا لبعض المحافظين والآن تأتي اللقاحات والعلاجات قبل التوقعات بوقت طويل هذا الحساب علق بالقول مسكين دكتور فوتشي وأوليفيا تقول إعلان الحملة الذي يستخدم أو يستخدم تعليقات فوتشي خارج السياق أمر مثير للشفقة لقد شاهدت الرئيس بشكل متكرر لا يحترم الدكتور فوتشي ويتجاهله عن موضوع كورونا أيضا ولكن مع فيديو أثار ضجة كبيرة على السوشي الميديا يبدو أن هناك استعمالات جديدة للكمامة فاطمة لم أكن أعلمها وأعتقد أن ربما معظم من يشاهدنا الآن لم يكن يعلم بذلك نائب في حزب العمال البريطاني أثارت ضجة على السوشي الميديا وغضب على تويتر حيث شهدت وهي تنظف نظاراتها بكمامة في مجلس العموم الفيديو للنائب تم مشاهدته بشكل واسع وكبير ومن بين التعليقات الواردة على هذا الفيديو مثلا أحدهم قال على تويتر على أمل أنها لم تستعمل الكمامة قبل أن تنظف بها النظارة وأنها لن تقوم باستعمال الكمامة بعد تنظيف النظارة وأيضا شخص آخر كتب لذلك سيكون من الصعب مواجهة فيروس كورونا ببريطانيا عندما يقوم القادة بهكذا خطوات مع الإشارة إلى أن ببريطانيا هناك عدد حالات كبيرة من كورونا وتصنف بريطانيا من أنها من بين أكثر الدول داخل القرى الأوروبية التي لديها مشاكل في التعاطي مع فيروس كورونا لكن بالصحية خففت القيود على كورونا على عكس أندونيسيا التي بسبب جائحة كورونا أفرغت العديد من الأقسام التابعة للصحة النفسية مما اضطر المرضى للسكن مع ذويهم وبدورهم اضطروا كما يقول التقرير إلى ربطهم بالسلاسل حتى لا يؤذوا أنفسهم ولا يؤذوا الآخرين أندونيسيا ليست الوحيدة فهناك ستين دولة أخرى تتبع هذا الموضوع نتابع هذا الفيديو نتابع هذا الفيديو نتابع هذا الفيديو هو وضع مؤسف ما يعنيه هؤلاء المرضى وأيضا عائلات المرضى إلى كوستاريكا فاطمة كيف تحولت جزيرة سان لوكاس من سجن قاطم يحمل ذكريات بشعة إلى جنة سياحية نشاهد معا في هذا الفيديو اشتركوا في القناة الرئاسة النيجرية تعلن حل قوة خاصة بسبب حراك في الشارع وتحرك تفاعل على السوشل ميديا أيضا هذا الموضوع تصدر في التايم لاين النيجيري وذلك بعد أسبوع من هذه التحركات تنديدا بوحشية الشرطة النيجيريون طالبوا بحل تلك الوحدة الخاصة المتهمة بالقيام بعمليات ابتزاز بحق السكان وعمليات غير قانونية وقالت الرئاسة في حسابها على تويتر جرى حل لواء خاص بمكافحة السرقة بقرار بأثر فوري على الرغم من قرار الرئاسة النيجرية لأنه يبدو أن قوات مكافحة السرقة لم تلتزم بهذا الأمر بحيث هذا الحساب نشر فيديو وعلق بالقول لا يزال هناك ضباط يقومون بمضايقة الناس في الشارع ومن بين التعليقات الواردة يشار فاطمة إلى أن الحركة الاحتجاجية نشأت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو يظهر عناصر يعتقد أنهم من اللواء الخاص لمكافحة السرقة وهم يعتقلون رجلا في ولاية دلتا ومن ثم قاموا بسرقة سيارته كما يظهر في هذا الفيديو أيضا انتشر على التويتر هذا الفيديو الذي هو عبارة عن رسم لصورة الرئيس النيجيري شخص ما يجري للرئيس عملية جراحية لينزع سدادة الأذنين لكي يستمع إلى صرخة المتظاهرين من أجل إنهاء عنف قوات مكافحة السرقة وطالبوه بأن يتحمل المسئولية كزعيم للبلاد هذا وشارك العديد من المشاهير في نيجيريا في هذا الحراك ولسيما في المجال الموسيقي وهو ما ساهم في التفاعل أكثر وزيادة انتشار الموضوع إلى آخر خبر في حلقة اليوم يتعلق بمنصة إنستغرام التي أعلنت عن أنها ستبدأ تلقائيا في إخفاء التعليقات التي يحتمل أنها تكون مسيئة أو كجزء من محاربة السايبر بوليرينج أو التنمر على الإنترنت الشركة أي إنستغرام قالت أنه سيبقى المستخدمون قادرين على النقر على عرض التعليقات المخفية لرؤية تلك الملاحظات وقالت إنستغرام أنها تستخدم نظمات الذكاء أصل الصناعي الحالي لتحديد لغة التنمر أو المضايقة في التعليقات مع الإشارة فاطمة لأنها ليست الخطوة الأولى التي تقوم بها منصة على السوشيال ميزيا فيسبوك وتويتر أيضا كما طابب هكذا خطوات من أجل مكافحة ليس فقط الأخبار المضللة إنما أيضا التنمر أو السايبر بوليرينج ولم يتبقى إلا التفكير بمنصات برامجنا برنامج أنتم أونلاين بالتأكيد الدخول إلى موقع الميدين دات نات باللغة العربية لمزيد من المواضيع المكتوبة وفيديوهات الميدين جو وموقعنا باللغة الإسبانية ومنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام والتفاعل معنا تحتها شكرا لك غادة الشكر الموصول للمشاهدين الكرام على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة